رجعنا لكم مرحبا بسليم ماناهاي أول قطليلة ليكم معنا خلال الموسم الحالي أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا أميرة مرحبا بسادة المشاهدين مستشار جبائي خبير في إدارة المشاريع موجودة معنا بش نحكيه على العفو الجبائي الصادر في قانون المالية لسنة 2024 الأنظار الكل مصلت عليه شنو حكاية العفو شنو الامتيازات شكون المنتفع الأول والأساسي من هذا العفو خلينا نبدأ ونحكيه بإجاز أبرز محاور هذا العفو الجبائي الصادر في قانون المالية لسنة 2024 هما أربعة أربعة محاور هو الأول بشيكون الخطايا الموظفة على الديون الجبائية بمختلف أنواحها الخطايا المالية والإدارية ثم تسويت المخالفات الإخفالات الجبائية العقوبات المالية ثم معلومة الجوالين ما المقصود بديون الجبائية وما هي الديون الجبائية المثقلة والغير مثقلة هذه مصطلحات تقنية سعيبة أما حاول تبسطها المواطن العادي والمجاهد البسيط ديون الجبائية هي مستحقات الإدارة الجبائية عند المطالبين بالأداء التي لا يقع تزديدها مثلا إذا كان فهم إغفالات لا يقع تزديد الأداء متاحها هذه تعتبر ديون بالنسبة للديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية لها هي التعداد من إدارة الجبائية من إدارة المراقبة القباض المالية تولي هي ديون مستحقة معناها هذه كتنجم تخرج فيها أعلام بالدفع والديون الجبائية غير مثقلة لها مزلت في مستوى الإدارة مراقبة جبائية ما هي أنواع ديون اللي يجملها العفو الجبائي لقانون المالية لسنة 2024؟ هو العفو مش على الديون مش على أصل الدين هو على الخطايا الموظفة على ديون من خطايا تأخير خطايا استخلاص ومصاريف تتبع بالنسبة للخطايا هذوما اللي توظفوا على ديون قديمة لقبل غرد جان في 2024 مش يتم التخلي عليهم شرط أنه المطالب الأداء يقوم بإبرام رزنامة الدفع رزنامة الدفع هذه تكون على خمسة سنين بأقصاد ثلاثية ويخلص القصد الأول وقت اللي يقوم بالإمداء على رزنامة الدفع يعني يعني يعمل إشيانسية على خمسة سنين يخلص مرة كل ثلاثة شهور والقصد الأول يخلصوا أقونتون النهارة اللي بشي صحة الكالندريا متاعه بهسليم ما هي أنواع الخطايا والعقوبات الجبائية المشمولة؟ بهذا العفو الجبائي الصادر في قانون المالية لسنة 2024؟ هو في الفصل الثمانية وخمسين الحالي ما حطش خطايا وعقوبات من عقوبات أخرى اللي حط هو فما سقف متاع مية دينار الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية اللي أقل من مية دينار أو بقى منها مية تلف معنى يتسدد المطالب الأداء سدد أقصاد وبقى أقل من مية دينار هذا بشقع التخالي عليها تماما معنى اللي أقل من مية دينار يتنحى ويتم عليها العفو لأكثر من المئة دينار يكون فما 50% يتم التخلي عليهم و50% أخرى المطالب الأداية كيف يقوم بإبرام رزنامة في الخطايا هذومة على خمسة سنين وبأقصى ثلاثية ويخلص القصة الأول وقت اللي يعمل الرزنامة الأعفاءات هذه تشمل الشيكات دون رصيد والجراءة متعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ولا لا؟ لا بالنسبة للخطايا من نوع هذية لا يشملها العفو الجبائي لسنة 2023 باي سليم الأعفاءات تشمل الناس اللي ما تصرحش بالجبائي لسنوات زادة ولا؟ هي الإغفالات الإغفالات ما تكونش فقط في التصريح بالنسبة للنص الحالي هو التصريح الجبائية الإنيسيال والريكتيفيكاتيف اللي هما تصحيحها كيف كيف الاكتتابات والعقود مثلا فما ما حاضر جلسات عملوهم شركات وما تسجلوش هذكم تتوظف عليهم اغتايا باي والأعفاءات هذه تتعلق بالتصريح الجبائية الشهرية والسنوية فقط كيف 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 السنوية أو الشهرية التلقائية أو التصحيحية مثلا فما معنافق بعض بمدة اللي هو عمل غلطة في تصريح ينجم يعمل اللي هو التصريح تصحيحي والتصريح التصحيحي ابتداء من غرد جانفي 2024 حتى 30 أبريل 2024 ما توظيفش عليه حتى خطايا جبائي وبالنسبة لمعاليم الجوالين هل تخص الأشخاص المعنويين الأشخاص الطبيعيين أم الأشخاص العاديين كيف وكيف أي مواطنعات تخص كل إنسان مطالب معلوم الجوالين معناها عنده عربة والعرب هذي كخاضعة اللي دفع معلوم جوالين بيش تنجم تتجول في الطرقات معناها أشخاص معنويين وأشخاص طبيعيين وأشخاص عاديين بالنسبة للعفو الحالي يشمل معاليم والخطايا على المحاضر اللي ما خالصوش معاليم مثلا وتخطاوه بمحاضر كيف كيف المعلوم معناها أصل المعلوم والمحاضر اللي عليه مثلا الخطايا مواطفة على المحاضر الكل بشي تم الأعفاء عليهم لسنة 2020 2021 و2022 بيه فم شروط للانتفاع بالعفو الجبائي الصادة في قانون المالية لسنة 2024 ولا لا؟ بيه قبل الشروط العامة هو الانتفاع بالطرح على معلوم الجوالين أو بالتخلي على معلوم الجوالين فيه زادة شرط أنه يخلص 2023 و2024 في الأجل المحدى والأجل القانونية واختيش لأجل المحدى والقانونية لناس اللي ربما ما عندهش فكرة حسب السنف فما اللي مثلا كرهابوا مع ليزينغ عندهم إشيانس اللي نميرو تيري بير ايام بير كل واحد عنده إشيانس المعلومة موجودة يعني كل واحد يزم يتبع ويثبت ايه فما اللي في مارس فما اللي في أفريل فما في فيفري دونك كل واحد حسب المتركوا المتاكرها بتوينجم يعرف تشوه فردي أو جوزي وإلا بالنسبة للسيارات الإيجار المالي عندهم إشيانس وحدهم دونك كل واحد يعرف إشيانس متاعه يخلص 2023 و2024 في وقتهم يتمتع بالطرح المعاليم الجوالين بالنسبة للـ 2020 و2021 و2022 حسيت أنه فما مرونة ربما في هالقانون هذي العفو الجبائي الصادر في قانون ماليه سنة 2024 انتي كمستشار جبائي وخبير هو أصل معنا هو الوبجيكتيف من هذا الكل هي تكون فما مرونة في تسويط الوضعية الجبائية على خاطر ساعات في التثقيل خطايا مثلا على الديون الجبائية ساعات الخطايا الموظفة من خطايا تأخير في الدفع وإلا خطايا استخلاص وإلا مساريف تتبع توصل حتى تفوت أصل الدين في حد ذاته يعني كيف يرتاح من الخطايا هذيك من كله وعنده لشانس بش يعمل انكالاندريه علش لا والتواريخ من وقتش لوقتش للناس اللي سمعت كل الإجابات عن كل التساؤلات اللي ربما تتبادر ذهن أي إنسان من وقتش لوقتش أنا عندي الحق بش نجم نسوي وضعيتي الجبائية بالنسبة للخطايا الموظفة على الديون عنده من واحد جنفي 2024 حتى 30 جولي 2024 نجم 6 شهور نجم يسوي فيهم الوضعية متاعه كيف كيف بالنسبة للخطايا المالية والخطايا الإدارية الجبائية بالنسبة للخطايا بالنسبة للإغفالات حتى 30 أفريل معناه في أربع شهور نجم يعملية ديكلاغاسيون ركتيفيكاتيف ويمشي يخلصهم في راحته وهوك أربع شهور ينجم أنت كمستشار جبائي وكخبير في إدارة المشاريع كل ما لكل إنسان ربما قاعد يتفرج فينا وربما يتقعس يتباخل على أنه ربما يخلص في الأجال المحدد شنو تجم تقوله ومن خلال تعاملك مع الناس يوميا في الكابينة شوف العديد من العينات وتسمع العديد من الاستشارات والشهادات بالتالي شنو كلمتك لكل إنسان قاعد تفرج فينا طو سامبلو ما مضيعش الفرصة على خطر رجعونا برشا مثلا بعد ما يوفل عفو كيف تقوله ركن بش تربح تالي تال سوم يقول يليتني راني سمعت مثلا وإلا يليتني راني مشيت سويت وضعيتي دونك مضيعش الفرصة رو فهم ربك برشا بيكلم طريقة أخرى نقولوها شنو الفايدة من أني أنا كمواطن نمشي نخلص الجباية متاعي طريقة بسيطة لأي إنسان عادي ما ينجمشي في هم المصطلحات الصعيبة القانونية دونك شنو الفايدة هي الجباية عندها جانب اقتصادي وفهم جانب اجتماعي بايه بالنسبة لنا احنا في تونس برشا يقولك أنا قاعد نخلص فاش قاعد ناخو كومين فما جانب اقتصادي اللي هي خاطر فما مصاريف الدولة فما المالية العمومية اللي مرتكزة في أغلب الجباية بالنسبة لجانب الاجتماعي هو معناها سيتان دوفواغ سيتان دوفواغ بايش راح يمشي يخلص مثلا كما قال كريم وعد الحسة قالك اداريا امورك الكل ها تبدأ ماشي يمي على الزي تبدأ امورك الكل هواسح تحب ورقة تجم تتحصل عليها تحب باسبورت تتحصل عليه بطاقة تعريف خدر كل شي نجم يرجع بعض من القبضة اذا انتي عندك حاجات ما هيش خالصة متخلدة بذمتك بتباعة هي الوضعية الجبائية نجم تخليك تاخد برشة حقوق حقوق اخرى مثال توا الاجانب اللي مقيمين في تونس ما ينجم يجدد بطاقة الايخامة متاعو الا ما تكون الوضعية الجبائية مساوية شركات مثلا يستخلص اموال مثلا من صفقات عمومية الا ما تكون الوجبات الجبائية متاعو كلها خالصة واضح شكرا ليكس لمناع مستشار جبائي وخبير في ادارة المشاريع على كل هذه التوضيحات بخصوص العفو الجبائي الصادر في قانون المالية لسنة الفين واربا وعشرين واللي يضم اربع محاور تسيون ديون تسوية ديون الجبائية تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية تدارك الاخفالات المتعلقة بالتصريح وتسوية معاليم الجوالان وعندكم لدي لي كما قال حتى فمالي افريل وفمالي جوان اربعة وستة شوار عندكم الوقت تمشيه وخلصوا وركحوا الامور بتاعكم الشجم تتحصلوا زادة على حقوقكم واذا بتحسوا ولا عندكم اي ورقة ولا اي وثيقة من مؤسسة الدولة بتحصل عليها بكل بساطة وسهولة وهذا حقك